الموضوع التمييز يعني والحيانه يعني زي ما انتو شايفين المنتخب وانه راح الشيشان ومش عارف ايه وقالك اختاروا المكان ده علشان خاطر انه يتناسب مع التقاليد ومع يعني كونهم مسلمين وانه بدأت الانظار كلها تلطفت ايه ده يا جماعة وطبعا الشناوي يكونوا رفض الجايزة دي كلها خلينا بس نتكلم فانا ان اخدوا بالهم ايه ده جماعة وفيه تمييز ضد لعباتهم ازاي ما فيش واحد مسيحي في المنتخب كله يعني المسيحيين اللي مفروض ان هم اكتر من عشرة في المادة على حسب بس يعني الاحصائيات القديمة يعني لكن احنا عارفين ان اح اكتر من كده بكتير مفيش اي مسيحي شارك في تشكلة المنتخب الوطني منذ اكثر من عشر سنوات ومفيش اي لاعب لاعب في اي من افضل اندية من افضل 18 نادي في الموسم الماضي معقول كده يا جماعة طبعا احنا عارفين القصة دي وفاكرين برضو الفريق بتاع اسكندرية ومينة لغاية دلوقتي متميز ولعب متميز وقعد يبعط لنا على الصفحة احنا مش عارفين نعمل معي بيقول طب طب طلعوني في اي حتة طب انا انا بالعب كويس قوي يا جماعة مش معقول كده حرام ان انا اتظلم عشان مجرد ان انا مسيحي واسمي مينة المدربون والمسؤولون المصريين بيرفضون اي اشارة للتمييز لكن المسيحيين يختلفون اختار الفريق قعدته اختار الفريق قعدته في كأس العالم في الشيشان وتم اقامة اللوم على الفرقة الوطنية عشان بيقدموا صلاة المسلمين لما بيسجلوا ويصرخونا بانتظام يعني معلشوا عشان الترجمة دي من اسوشيدت بريس يعني فالترجمة شوية رقيقة يعني المهم انه طبعا يعني الكلام هنا انه جعلوا المنافسة من الناحية الدينية وتكتب على فكرة في جريدة الاهرام انه فريق الساجدين انتوا فاكرين ان دي حاجة احنا اللي مطلعينها لا ده جريدة الاهرام المصرية كتبت عليهم فريق الساجدين فبالتالي احنا عندنا مشكلة مشكلة التمييز دي مشكلة كبيرة جدا جدا وطبعا برضو رفض محمد الشناوي الجايزة على اساس ديني وانه الرئيس السيسي يتحدث دائما وبشكل قاطع ومتكرر عن الاندماج والوقام الطائفي ومع ذلك فان النقاد وبعد المسيحيين بيقولوا انه للأسف الشديد في تمييز يومي في مناطق الريفية بيكون في برضو تمييز زي ما نشوف طبعا يعني كان ممكن برضو دخلوا قصة هدم الكناس وكل ده لكن هما كانوا مركزين على جزئية انه من غير المعتاد ان تكون جميع فرق الكرة القدم المصرية ليس لها ولا ابت واحد لديه استقان جيدة ورقلوا الكرة في الشوارع عندما كان صغيرا فيعني الكل ده تساؤل يا جماعة الكل الناس بيسألوه يعني في تاريخ كرة القدم لم يلعب سوى خمسة مسيحيين في المستوى الاعلى المسيحي الوحيد في فريق كرة القدم للشباب رامون زهيري بحاول بكل ما بوسعه للاندماج مع زملائه لكن لم يكن كافيا زهيري دلوقتي عنده 28 سنة يلعب لنادي الدرجة الثالثة في جنوب مصر يقول ان التمييز ضد عقدته منعوا من الارتفاع اكثر وكان رد المسيحيين على استبعادهم الواضح من كرة القدم هو كرة القدم الكناسية وهي عبارة عن دوري على مستوى البلاد بيضم فرق من خمس لعبين بيتم لعبها على اساس الكناس او الملاعب اندرو رأفة استاذ التربية البدنية بيقول جرب حظه في نادي كرة قدم قبل ان يستقرف وظيفة تدريب في جنسة القاهرة يقول ان بعض افضل لعبين الشباب اللي بيعملوا اللذين يعملون معهم يريدون اللعب على المستوى الاعلى وقال لا استطيع ان اقول لهم انهم لم يتم اختيارهم لم لن عفوا لن يتم اختيارهم ابدا مش قادر يقولهم كده لكن يعني بقالك في بعض الحالات البسيطة قوي ممكن يختم اختيارهم وبعد كده يتم تركهم لاحقا هلي جماعة ما فيش ولا واحد مسيحي متميز في لعب كرة القدم في مصر معقول دي تعقل يعني وكثير من النمازج وكثير وطلعوا وتعملت حتى عليهم في الفضايات المصرية كمان ان فاكر انها عرضنا على حضراتكم في قناة النهار ان هو بعد ما ترفضوا في الاندية بدأوا يعملوا زي نادي في اسكندرية وحاجات كده اللي فاكران هو الكوتشة واللي فكر في الفكرة دي اسمه مينة واللي هو دايما بيبعت لنا لغاية دلوقتي على الصفحة معقول يا جماعة اي حصل ده طبعا برضو كانت طبعا اشادة بقى من الشيوخ كبيرة بما فعله الشناوي وطبعا رد بفعل كان غاضب جدا على ما قاله دكتور خالد منتصر والدنيا قامت عليه على فكرة وتقدمت ضده بلاغات وانتشر هاشتاج ندعم دكتور خالد منتصر طبعا يعني لانه ما يقوله هو ضد كل هذا الامر لا خلط للدين مع السياسة ولا خلط للدين مع الكورة ما كانش المفروض يبقى كده وناس كتير ردوا على الشناوي وقالوا طبعا انت لو كنت في استخدت جواز مالية الجواز المالية برضو دي بفلوس كتير منها جاية من شركات الخمور هل ترفض بقى المكافئات دي لان انت دورت لو دورت هتلاقي انه تلات ارباعها جاية من شركات بتنتج خمور يبقى هترفض كمان الجائزة المالية ولا هي الفكرة ايه فعموما يعني انه كان برضو خالد الجندي قال لك بقى ايه الشناوي ينتمي لله وهزى عروش تجار الخمور واعداء الدين اللي هم خالد منتصر نشوف جزء بس كده من الكلام ما عرفش بعتذر احنا لبعض الفيديوهات اللي بتيجي من على موقع تواصل اجتماعي بتكون للاسف يعني بتنزل معنا من غير صوت عموما يعني الفكرة كلها اعتقد ان احنا كده تحدثنا عنها فكرة التمييز وانه ما بيبقاش في اي حد مسيحي وان احنا نبتدي ندخل في قصة برضو الخلط الدين في كل حاجة وهذا الامر يعني طبعا يعني زي ما بقول لكم هاجمة كانت على دكتور خالد منتصر وبيحاول ان هو يرد وكان برضو كمان الحقيقة برضو دافع عنه دكتور طارق حجي ايضا كان سحر جعارة برضو كتبته وتم تفعيل هاشتاج ندعم دكتور خالد منتصر فالحقيقة يعني كلنا بندعم دكتور خالد لانه بيحاول ان هو ينير الدنيا وبيحاول يضع يده على الامور اللي احنا زي ما بنقول احنا عايزين مصر مدنية علمانية مش عايزين الدين يدخل في كل حاجة ومش عايزين يطلق على فريق قرة قدم منتخب مصري للمصريين جميعا انه فريق استاجدين يعني وانه ما يبقاش فيه ولا واحد مسيحي يتصعد برضو دي طبعا حاجة صعبة جدا فالجزء الخاص بموضوع يمكن ده كان عليه ردود فعل كتير قوي ومش عايزة انهي الحلقة النهاردة غير لما نتكلم عليه عشان نقفله من اول ما الوفد المنتخب المصري راح للشيشان واول حاجة ان هما في اسناء التدريب كان الرئيس الشيشان قدروف كان راح زارهم في الاستاد ورحب محمد صلاح والدنيا كلها مقلوبة انه هذا الرئيس معروف عنه وسجله انه يعني بيتنافى محول انسان انه بيتقال عنه مرهابيين وارهابي يعني باختصار شديد جدا فجينا بانه بعد يعني في اليومين اللي فاتوا دول كان اتنشرت صور لانه بيعطي اعطى لمحمد منح محمد صلاح صفة المواطن الفخري وطبعا يعني كان في ناس كتبت يعني عجبني التعليق ده قالك يعني عارفين الفيلم اللي كان فيه سلطان مارينجوس طويل العمر يطول عمر وزهزع عصر وينصروا على الماني عادي يعني ده بس كده حاجة يعني ايه طبعا الدنيا بقى المواقع الاوروبية كلها اتقلبت وفجئنا بانه قالوا كمان ايه بعد ما الدنيا اتقلبت وقالك انه هو المنتخب السبب انه طلعت اشاعة برضه ان محمد صلاح بيدرس الاعتزال دوليا واللي طلع الكلام ده كانت السي ان ان طبعا بعد كده تم الرد عليهم بانه لا يا جماعة الكلام ده مش صحيح دي السي ان ان لما كتبت على انه هيعتبر انه هو يعتزل على اساس انه هو مش هيلعب تاني مع المنتخب المصري يعني مش انه يعتزل الكرة عموما لانه برضه في ناس ايه ده محمد صلاح يعتزل لا فكانت فيه لغط كتير حول الموضوع ده والفكرة قالت انه هو لانه غير راضي على اللي حصل في الشيشان وانه ده كان مقر الفريق خلال الكأس العالم في روسيا وانه التقرير قال انه صلاح بيفكر في مغادرة المعسكر المنتخب ومش عارف ايه والكلام ده كله ولكن طبعا رد رسمي من الاتحاد ومن الرد فعل الجماهير طبعا على الخبر ده انه انا مع صلاح ودعمه والعديد من المؤيدين قالكوا المسئولية على الاتحاد المصر للكرة القدم والاتحاد المصر للكرة القدم ارسل بريد الكتروني للسي ان ان امس قال انه هو اصيبه بالدعشة من هذا الحديث اللي هو يعتبر اشاعة وانه ده غير صحيح وانه اه صلاح يبلغنا دائما عندما يتخذ اي قرارات وانه ده ده دي كلها اشاعات بتروج لها السي ان ان هل ممكن السي ان ان تروج اشاعات اه عادي يا جماعة فيش اي مشاكل يعني عشان بس محدش يقول اه دي شبكة لأ بيعملوا حاجات كتير قوي وعشان كده يمكن تخضبانكم الرئيس الامريكي دونة ترامب دايما بيقول عليهم فيك نيوز معلنا المهم انه ايه رئيس الشيشان قال انا لما استغل صلاح والدليل ان احنا كنا استضافنا مارادونا قبل كده واسطورة البرازيل رونالدو وانه الكلام ده يا جماعة بروتوكول ومش عارف ايه وقال لك ان احنا ما بنقحمش السياسة لكن طبعا الكل كانوا بيقولوا انه تم استغلال قدروف لمحمد صلاح استغلال سياسي وانه طبعا ولكن الدنيا تقلبت وانه بدأت بقى تتشر على مواقع التواصل الاجتماعي انتوا عارفين يا جماعة الجريمة اللي ارتقابها اتحاد القرى في حق محمد صلاح ايه القصة الكاملة ومع البوست ده اللي انتشر بشكل كبير كان فيه لينكات لمواقع من الاندبندنت ومن التليجراف وكمان كان فيه موقع برضو منه من الاهرام بعنوان هيومن رايت سووتش تعترض على اقامة منتخب مصر في الشيشان يعني المواقع انتشرت في هذه الامور وقعدوا برضو يقولوا لك انه هو اتحاد القرى هو استلم الفيفا مليون و800 الف دولار بدلت للمعسكر والاقامة كأي منتخب مشارك وانه هو جالوا عرض للمعسكر لاقامة المنتخب هداية من الرئيس الشيشاني وانه هم هيوفروا 800 الف دولار وبالفعل وفقوا على العرض من رمضان قدروف واتحاد القرى قرر انه يعمل معسكر في الشيشان اللي هي مدينة جرانزي اللي بعيدة 5300 ميل عن الملعب وانه ده طبعا يعني ارهاج جدا للعبين المعسكر ده كان مقابله وتمنه بالاتفاق المسبق واستغلال شعبية شخص محمد صلاح كشخصية رياضية ذات شعبية جريفة لبعد سياسي بحث اللي هو طبعا بداية من استقباله في النادي وبعد كده منحه الجنسية وطبعا اتحاد القرى كان على علم بكل ده وانه مش عارف حصل بعد دعوة العشاء في قصر الرئاسة انه معظم الصحف السياسية الانجليزية هجمت محمد صلاح واتهمته واتهمت انه هو بيدعم ديكتاتور زي قدروف وانه هو مش بس ديكتاتور ده ارهابي وانه هو استغله الناس برضو تاني بتقول هو صلاح يعني ما كانش يعرف الحقيقة دي معقول يعني المهم انه في النهاية كلام ده اللي ممتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المفروض انه صلاح ناضج وعارف يعني ما كانش يقبل مثلا لكن في النهاية هيكون في تحقيقات ومطالبات بالتحقيقات في الموضوع ده الحقيقة يعني الله اعلم بقى ايه الموضوع اشتركوا في القناة